مساء الخير يا شباب هنكمل مع بعض حل اكسرسيز 2 اللي هو المومنت بس المرة دي هنتكلم عن البربنديكلار ديستانس يعني والشغل لنا مش هيبقى فيه فيكتورز هيبقى بربنديكلار ديستانس هيطلب منك المومنت ازا نورم او الالجيبريك اي ميجور الالجيبريك ميجور يعني تحتم ان هو يكون بوستف او نيجاتف على حسب هو بيديه في كلو كويز او انتي كلو كويز اللي هي الفورس حوالي الالبوينت يا ايما تجيب النورم يعني تشوف انت لو هتجيب المومنت او السم او مومنت لكزا فورس حوالين بوينت معينة وبعد كده تجمحهم والنورم ده او الماجنيتود هو الرقم ذات نفسه بس من غير الصين نبدأ بكوستن نمبر تو ده كان في الساكند بارد بتاع اكسرسيز 2 واول كوستن بيقول بيقول عندي فورس او ماجنيتود اقوال 50 نيوتنز and is 8 سنتيمتر اوى فرن بوينت اي طيب هل هي ارسمها بالمنظر ده كده? ولا بالمنظر ده? هل هتفرق? اه هتفرق بحيس انها ايه الفورس هتلف حوالي الوينت بالمنظر ده والفورس دي هتلف حوالي الوينت بالمنظر ده يبقى هنا بتلف ايه? يبقى نيجاتف وهنا بتلف انت تبقى بوسطف بس انا مش هامل معي بوسطف ولا نيجاتف لان هو عايز النورم والنورم هو هو ايه? الماجنيتود تمام? طيب يبقى هو عبارة عن الفورس في يبقى ده كده المومنت او الماجنيتود او النورم بتاع المومنت طيب يبقى انا اكني بجيب المومنت بتاع ايه? واحسب له النورم اللي هو ايه? الماجنيتود على طول تقدر تكتبه ام ايه? الاف بكام بفتين نيوتن طيب والبربنديكولار ديستنس ما هو بيقول لك اواي فروم الفورس يبقى البوينت بعينه عن الفورس بيت سنتيمتر هو قصده هنا اللي هي البربنديكولار ديستنس طيب 50x8 هتديك 400 طيب 400 ايه? اول حاجة الفورس بالنيوتن وهنا الدستنس بالسنتيمتر فيبقى نيوتن ضد سنتيمتر تمام بص بقى لليونت نيوتن ضد سنتيمتر فهختار 400 اعرف لو كان قال نيوتن ضد ميتر فكدت هدفايد ده كده على 100 فهيطلع 4 ممكن تطلع 4 اه بس تبقى نيوتن ضد ميتر فيبقى اللي تشوي الصحة بتاعي هو نمبر دي لانه هو عايزها نيوتن ضد سنتيمتر طيب بيقول ABC ده ايكولاترال تريانجل تعال ارسم تريانجل كده او ايكولاترال يعني كل السايتز ايكول وكل الانجل هيبه ايكول وايكول سكستي تعال اسميه برضو هيبقى ABC طيب بعدين بيقولك اللينتز بتاع الصحيط 8 سنتيمتر يبقى كل الصحيط فيه زي التاني عشان هو ايكولاترال طيب وفي ماجنيتود او فورس ايكول 15 نيوتن اكتفين في البي سي تعال نحطها في البي سي يبقى ده الديريكشن بتاعها طيب الماجنيتود بتاعها كام 15 نيوتن تمام بيقولك زينزا ماجنيتود او يبقى مفيش بقى بوستف ولا نجرف هو بوستف بس ماجنيتود على الصايد اللي هو بي سي اللي موجود فيه الفورس يبقى ده الهايد بتاع الايكولاترال تريانجل وفي نفس الوقت بيعمله باي سيكت ممكن تجيبه بكزا طريقة تعال نسمي البوينت دي دي يبقى الاي دي ممكن تجيبه بكزا طريقة اول حاجة انت نزلت عليه بربن ديكلر فهتعمل باي سيكت ايش معنى لعنى ده ايكولاترال طب لو عملت باي سيكت يبقى طول الصايد اللي هو دي سي ده ايكولس فور سنتيمتر وبيتاجرس تقدر تجيب اي دي من التريانجل اي سي دي فيبقى ده عبارة عن ايه او تعال ننشطب بس كده نكتبه هنا يبقى عبارة عن ايت سكويرد ماينس فور سكويرد طبام دي طريقة الطريقة التانية ممكن اقول ايه بص الرايت يعني الكلام ده الرايت انجل تريانجل اللي هو اي دي سي طيب السايد اللي احنا نزلنا ال اي ده مش قدامه انجل اسمها سيكستي يبقى ده ايكول كام الهايبط ايت ساين سكستي فهي هي طيب ده هيبقى ايت وساين سكستي روت سري اوفر تو هتبقى فور روت سري برضو ايه سنتيمتر ولو حسبت ده برضو هيتلع لك فور روت ايه سري سنتيمتر فايا كانت طريقة طيب اه انت عايز مجنيتود المومنت كنت ايه بسبب الفورس اللي هيur 50 هيبقى الفورس times Mole 5 يبقى ده 15 ím easiest الصحه و يجب أن يكتب لك اليونة على العالي هنا يقوم بإب髑 Beysin يقول لك نرسم بطول بطول كل بطول و الأنجل و كل واحدة و تبقى بطول و الـ دياجونالز بربن ديكلور على بعض طيب لو احتاجنا الدياجونالز بس هو بيقول لي A B C D والفورس بتاكتة الونج ال A B تعالى نحط فورس في ال A B اللي هي المجنيتوت بتاعها 70 طيب يبقى ال side length equal 10 يبقى ال side length equal 10 بيقول لك زين 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 المومنت of this force about the center هو مين السنتر قلنا هو الانترسيكشن of diاجونالز يبقى ده الدياجونال الاولين اللي هو A C والدياجونال الثاني اللي هو B D واحنا عارفين ان ال two diاجونالز في ال square بيبقى perpendicular ال center هو point of intersection بتاعت ال center طب لو قلتلك انزلي من center perpendicular على force يبقى هنزل من center perpendicular على A B يبقى عايز اجيب الطول ده كله هو الطول كله كام 10 ده بتاع side صح طيب ال center هو point of intersection بتاعت ال diاجونالز هي ال half طيب يبقى five centimeter يبقى الحتة دي هتبقى ايه half sorry five centimeter طيب يبقى المومنت about the M اللي هي intersection of diاجونالز او center بتاع square equal cam seventy times cam five طيب اه والله انا ملاحز كفان انها بتلفق anti clock wise فهتبقى بستف بس انا مش فارق معي ليه لان هو بيقولي عايز النورم النورم او الماجنيتود دايما بستف فهيبقى 350 طبعا اللي هي نتخلي بقى لك الفورس بالنيوتن واللينسز اللي هون بديها لك بالA بالسنتيمتر فهيبقى اللي تشوي الصح بتاعك هو number B خلص النورم 4 بيقول المومنت of a force F about point A equal M1 if the force has moved barrel to itself حلو towards A يعني بتقرب للا A مش بتبعد كان قال لي فاراوي مثلا و هي هتبعد it's moment about A become M2 مين اكبر من مين تعال كده ارسم point اسمها اي ورسم force اسمها F كفكتور هارسمها تاني بس بتقرب للا A ولا بتبعد عنه بتقرب للا A يبقى هارسمها في الحتة دي كده وبرل to itself يبقى هارسمها برل لنفسها طب بص البربنديكلور ديستانس هنا كان يتقد ايه بص بقى البربنديكلور ديستانس القديم كان قد ايه طيب يبقى M1 عبارة عن ايه F في L1 طب و M2 فبارة عن F في L2 ال F كده كده constant في المرتين انما L1 و L2 حصل ايه حصل ان هو قلت كل ما هبتقرب للا A البربنديكلور ديستانس هتقل فمعنى كده ان ال L2 دي هتبقى اقل من L1 فبالتالي M2 هيبقى اقل من M1 مدام الفورس بقت constant لكن المومنت بقى ايه بربورشنال مع مين مع ال L كل ما ال L تقل كل ما المومنت يقل كل ما ال L تزيد المومنت يزيد و L2 هي البربنديكلور ديستانس from the point to A to the line of action of the force يبقى لتشويس صح المومنت الجديد هيقل و لا يزيد هيقل ليه لان البربنديكلور ديستانس قالت لان انا حركتها بلل to itself بس قريبا للفورس طب قالك لو كانت حركت بلل لنفسها بس فا روي ال A ال A فبالتالي L هتزيد يعني البربنديكلور ديستانس هتزيد فالمومنت كان هي ايه هيزيد طيب في قوسون نمبر 5 بيقولك in the opposite figure the least perpendicular drawing sorry the least perpendicular force to unscrew the not should act at point A يعني اقل فورس اكت عليها هتاكت فين في ال A ولا ال B ولا ال C ولا ال D طيب least force يعني اقل فورس طب المومنت اقل ايه مش اقل فورس في البربنديكلور ديستانس طيب انا عايز اقل فورس اكتب كده ال F عايزها minimum وعبارها عن L over max L وال L دي لازم تبقى maximum يبقى ال L دي لازم تبقى اكبر حاجة عشان تجيب لي الفورس اقل حاجة طيب ال L دي maximum فين عند ال point D واكتع عليها بربنديكلور فها ايه هلف يبقى دي كده ايه ليست فورس تمام ليه عشان ليها اكبر دي كده ال L maximum فيبقى عند point D طيب في كونس المنبر سيكس بيقولك ال A B 15 وال O B 17 طيب والانجل اللي هي A B O A B O اللي هي دي اللي عامل عليها ستار equal A O E اللي هي عليها ستار دي برضو طيب فيبقى وفيه تنشن في A B المجنيتود كام تن حلو يبقى التنشن دا المجنيتود بتاعه تن تن ايه تن نيوتن خلي بالك برضو مليونت زينزا مجنيتود of the moment of the tension about point O يبقى انا عايز المومنت حوالين ويبقى المفروض انزل بربنديكلور في واحد يقول لي البربنديكلور هو O A هو O A ودا رايت حلو بس لازم اتأكد تمام؟ يبقى تأكد ازاي؟ قال لك والله لو دي اسمها سيتا وانا عارف ان ال x و y بربنديكلور على بعض فدي هتبقى اسمها 90 مينس سيتا اذا كان دي سيتا زيها اعمل بلوس يعني يقول لي ان الانجل دي والانجل دي اعملهم بلوس تبقى 90 اذا كان دي و دي 90 والsum of all angles تاعتريانجل A 180 فلازم دي تكون 90 فيبقى O A بربنديكلور اجيبه ازاي؟ يبقى يبقى يديني يطلع بكام؟ بقيت 8 A سنتيمتر طيب هات المومنت حوالين الارجين اولا انت بتلفق انتكلو كويس بس كده كده هو عايز مين؟ عايز الماجنيتود طيب الفورس بكامل ماجنيتود بتحق بـ 10 فعرفت انها O A ده انا مش عرفت من الرسمة كده بالشبه لا انا استنتجت وشفت الانجل فعرفت ان ده ريت انجل تريانجل فجبت ال O A كمان بيتاجرس فيبقى 10 اللي انا جبته 8 هيطلع 80 80 ايه بقى الفورس بالنيوتن والسايدز عندي بالسنتيمتر يبقى اللي تشاهد صح هو نمبر بي طيب كوسن نمبر سيفن بيقولك الفورس از ربريزنت اه باي بي سي يعني مسلا مسلا لو كان البي سي ده 10 سنتيمتر كنت تقدر اقول ان الفورس دي الماجنيتود بتاعها equal 10 نيوتن طيب هنتصرف فيها ازاي بيقولك هات الماجنيتود كده بص ده الماجنيتود عرفت منين ما هو عامل الفيكتور بتاع المومنت ازا نورم والنورم هو هو الماجنيتود تمام طيب الفورس ايه وانا عارف انها لو البي سي مسلا 10 قولناها 10 سنتيمتر يبقى الفورس مسلا 10 نيوتن وهكذا لو انت عايز المومنت حاول ان السوري الايه هتنزل ايه بربينديكلر حلو يبقى ده كده الهيط تمام صح مش ده يعتبر هات التريانجل لو انا كنت باعتبر ان البي سي ده هو البي سي صح طيب يبقى المومنت حاولين الايه يبقى equal cam equal force في البربينديكلر ديستانس الال اتش طب البربيند الفورس دي مش هي هي الماجنيتود بتاعها هو هو بي سي يبقى انا ممكن اشيلها وحط بي سي في الهيط يبقى كني بقول لك ايه بقول لك البي سي تايمز الهيط صح كده طب ما هو انا فاكر ان التريانجل الاريا بتاعته طب ما كنت بقول ان الاريا البي سي حلو كده يبقى شلت الفورس وحطت البي سي لانه هو قال لي ان الفورس ربريزنت باي بي سي ورزالينس يونت ربريزنت افورس يونت يبقى من حق ايه كنت اشيل الفورس وحط البي سي والهيط زي ما هو يبقى انا اكيني بقولي البي سي بتاع تريانجل طب فاكر لما كنت بقول ان الاريا حاف البيس في الهيط فانا لو كنت عايز البيس في الهيط لوحده مش كان ده يبقى دابل الاريا ده نفس الفكر فعشان كده شلت البيس تايمز الاريا وحطي اليمين دابل الاريا فيبقى اللي تشويس صح هو كان دابل دا اريا اف دا ترانجل اي بي سي تمام فيبقى اللي تشويس صح هو نمبر دي طب في قصر نمبر ايد بيقولك اف دا فورس اباوت ال او مجنيتود مين المومنت بتاعت الفورس اباوت ال او يبقى ام او ايكوال سكستي طب والمجنيتود بتاع المومنت البية طيب طب تعالomet الطايب هي هتبقى طيب ايه رأيك اللي اتنين بعض يبقى يتديني كام طيب والاف هتروح مع الاف يبقى دا يديني او 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 تمام طيب يبقى دي ريشيو صح يبقى كدني بقول لك كله ده مسلا و كله ده ايه تو ال فيبقى ال او 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 هو ال. تمام تعال نشوف ال ال ريشيوه اول شيء يقولك ال اا ب يقوط اليبي او لا غلط لي اللقرا بي او لا غلط دا ال ايه بي 0. new eas is being able to ninety percent لان ال او بي هي ال وال اي بي تو ال. تمام صح تابقى ال得 gauche التحرص السحي بتاعي. لان ده تو ال. وده ال foremost You have been able to يبقى طب ده غلط ليه? تعال نشوف اي بي بكام? مشان اقال انها بتقل والبي او بقل. هل طيب ستو اوفر سري هتديك الطو ال? فده غلط. طيب السؤال البعض بيقول لك نومبر نين بيقول لك ان دي ابزت فيجر المجنيتود بتاع المومنت بتاع الفورس اباوت البي از ام بي عند المجنيتود بتاع الفورس اباوت سي اسمه ام سي. طيب تعال نجيب المومنت احوالين بي بنزل من البوينت على الفورس. طيب حوالين سي بنزل من البوينت على الفورس. هسمي ده ايه? L1 مسلا? هسمي ده L2. تعال يبقى المومنت حوالين بي اكوال اف تايمز اللي هي L1. والمومنت حوالين سي اكوال اف تايمز اللي هي L2. لو عملنا للاتنين يطلع الام بي اوفر الام سي الاف هتروح مع الاف يبقى ده L1. طيب اجيب الارشو بتوين الزي ما هيبقى L1 على L2. طيب ما هو مفيش قلات هنا. طيب بص بقى معي. ركز هنا كده ده A B C هسمي D E و هسمي D D و D E. طيب في التريانجل كده اول حاجة مش ده وده 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 فيبقى دي دي. وبالتالي كده التريانجل اللي اسمه A D B سيميلر للتريانجل التاني اللي اسمه A E C. وبالتالي انا عرفت مفقولة سانة وكتبول A D over A E equal. A B over A C equal. A D B over A C equal. A D B over A D over A E. طيب انا واحد بقى اللي هو هيبقى ايه A D over A E. طيب انا واحد بقى اللي هو هيبقى او برضو A B over A C. يبقى كل دول. بس الفكرة ان هو مش مسمي اصلا في الرسمة ولا B اه وسوري ولا D ولا ايه. فانت هتاخد الرشو بتاعت A A B على A C. لان اللي فوق هو L1 واللي تحت هو L2. طيب انا لو كنت عايز العكس M C على M B فكان هيبقى A C على A B. طيب. فيبقى اللي تشوي الصح مع انا هو لنبر اه سي ولا ولا دي. لأ هو A B over A C يبقى السي. طيب في كسل لنبر تن بيقولين دي اوبزت فيجر المومنت اف دا فورس اتين نيوتن ابوت البوينت ايه الزيرو. يبقى المومنت حوالين ايه اكوال زيرو. معنى كده ان اللاين اف اكشن. تمام? تمام? آآ البوينت ايه? طيب. يبقى معنى كده لما اجي عمله لازم يعدي مين بالايه? عرفت منين? لان المومنت بتاعه حوالين الايه مومنت الفورس يعني حوالين الايه اكوال كام زيرو. طب انا عايز تنسي تا دي. شك. بص خط الملقة اللي هو رسمه ده ده هو الهوريزونطال صح? مش ده كده برل للايه بي. حلو. يبقى الانجل دي لو بسيتا تبقى دي كبان ايه? سيتا. حلو لو انا عايز تنسي تا اكوال ايه اوبزت. على على اجيسنط. طيب مين هو الاسي بي او البي سي. ومين الاجيسنط اللي هو الاي بي. طب السي بي يميدوه لك بتو والاي بي بفور يطلع كام هاف. يبقى ده لتشويس نمبر سي. في نمبر اليفن بيقول المجنيتود بتاع المومنت بتاعت الفورس اكوال كام ففتي طب مومنت ايه ايه? يبقى مومنت ايه اكوال ففتين نيوتن طيب ايه ده مومنت اف ده فورس اه سوري بقى. بص هو مش ففتي هو وان هندرد روت سري نيوتن دوت سنتيميتر ده كده مومنت مين الفورس اللي المجنيتود بتاعها كام ففتي نيوتن. حلو. طيب يبقى الايه بي بكام? اولا بس ايه? انت المفروض هتحط المسطرة على الفورس. فلازم تعمل لها اكستنشن. يبقى دي كده كلها المسطرين. صح? على الفورس. وبنزل من البوينت اللي انا عايز المومنت حواليها بربنديكولر. حلو قوي. نزلت بربنديكولر يبقى ديستنس دي بكام? تعال نشوف. طيب هو اولا بس دي بسكستي. اقدر اقول كمان ان دي بكمان بكام? بسكستي. اه اه طيب. طيب. المومنت اكوال 10 روت سري. اكوال الفورس اللي هو ففتي في البربنديكولر ديستنس هسميها L. طيب يبقى الايه دي اكوال 100 روت سري. اوفر ففتي. حلو. اه يبقى ده هيطلع توروت سري. حلو جميل. توروت سري سنتيمتر. طب لو ال L ده كده. الحتة دي في الرايت انجل تريانجل اسمها توروت سري. اقدر اجيب الايه بي? اه. ليه? لان انا مسلا. مسلا. لو قلت ان الانجل ايه? اه تيرتي. لو قلت ان كوزاين سيرتي اكوال كام ادجيسنت اللي هو توروت سري اوفر الهايبوتنس اللي هو ال اي بي. يبقى ال اي بي اكوال كوزاين سيرتي. طب احسابها كده? هيطلع معك بكام? بفور? فور ايه فور سنتيمتر. طب واحد تاني يقول لي لأ ما انت جبت ال ال. حلو. ممكن تقول لي ان ال ال اكوال ساين سكستي اكوال اوبزت. على هيبوتنس اللي هو ال اي بي. طب والل انت جايبها بكام بتوروت سري. فيبقى ال اي بي اكوال توروت سري اوفر ساين سكستي وهكذا. فبرضو هتطعم معك بكم بفور. اللي هو طيب. اه في قصص النمبر 12 بيقول لك باتين يبقى هو ثيرتي طيب. طيب. هو بيقول لك النورم كمان. كده كده اصلا بتلف ايه? حوالين اللي هو رسمه. اللي هو طالع من تمام? طيب هو ان هو قال لك هل ينفع اخد ايه او سي? لا. لانهم ايه طيب يبقى يطلع كام يبقى طيب حلو قوي. طيب في واحد يعقدها بقى. مسلا يقول لي اه دي شكلها رسمة ممكن ارسمها ايه? يعني اجي من ارسم مثلا هو صح? بس هتبقى زيادة يعني. يبقى كده مسلا ده اكس. وهنا ده كده بتاع الواي. وهنا ده كده مين? الزد. حلو قوي. طب وده بتاعي. حلو. هي الفرس بربن ديكلر على مين? على الواي. وبرل لمين? للاكس بس مع النيجاتف بارت. يبقى لو قادر تكتب الفرس هتكتبها بسرعة كده اه من غير يونيت ولا حاجة. لانها برل للاكس بس مع النيجاتف دايريكشن. حلو انا عايز حوالين مين? حوالين الارجن. اكوال او لاي بوينت بلونج لللاين اف اكشن. اللي هي البيينت اللي يبقى او ايه كروس الاف. يبقى اه اي جي كي او ايه اللي هو ايه? زيرو اتين وزيرو. وبعد كده الفرس هتبقى وزيرو زيرو. طيب تعالي نحسب الكلام ده. هيبقى زيرو في الاي وزيرو في الجي والك هي اللي هتبقى ايه? بوست في فايف هندرد فورتي كي. تمام? فهو هو. تمام? ليه كده? كده اصلا هي الفورس موجودة بلا للX اكسيز وموجودة فين? اقدر اقول كمان ان الفورس موجودة في الX وي بلين. والبربندقر ديستانس اللي هي الار برضو في الX وي بلين. طيب ما ده كروس دي دي فيكتور بربندقر. لو انت اشتغلت باللوها هيطلح لك مع الديريكشن بتاع الكي وبوستوف لفوق. ده لو انت عايز تشتغلها سري دي. انما طبعا الفورس تايمز البربندقر كان هيبقى اسهل لانه هو عايز النورم على طول مش عايز كمان. طيب سؤال نمبر ثلاثين بيقول ان دي اوبزت فيجر ارود فاكسد اه باي هنج اي ات اي بيقول اف دا فورس اوف ماجنيتود اكوال فيفتين نيوتن اكت اون ذا اند بي ان دا دايريكشن بربنديكلر يبقى هي هتبقى بربنديكلر على ال اي بي حلو كده هو اللي اي يعني انا لوصلت ما بين ال اي بي كده اللي هو الخط اللي انا بوصله ده هيبقى الفورسه بربنديكلر اه هو اللي بيقول انها دايريكشن طو زارود حلو اللي هو الاي بي طب بيقول لك النورم اا اف دا مومنت ابو ات بوينت ايه بسبب الفورس دي هتبقى ايه هتبقى ايه هتبقى ايه هتبقى ايه بص دي بتلفك لوق ويع زي مستر يبقى نيجاتيف بس هو عايز ايه عايز النورم طيب تعال نحسب فورس بكام بففتي طب في طيب ده هيبقى كام زيرو زيرو هتبقى تن. يبقى قدامها كام زيرو فور. طيب بس اخلي بالك اليونت. اليونت بتاعت الفورس بالنيوتن واللينكت عندي بالسنتيميتر. بص هو عايزة هي? نيوتن دوت ميتر. فالمفروض اخدها اعمل لها عشان اقدر احاولها تبقى نيوتن دوت ميتر. يبقى ازا هيروحوا مع بعض يبقى ده نيوتن دوت ميتر. فيبقى صحة 200. مش مكتوب بس هو كتب لك ما هي هي? تمام? فده يبقى نمبر بي. ايه في كويتشو النمبر فورتين بيقول لك ان دي اوبزت فيجر اروت فكسد باي هنج ايه اه اف ده فورس فورس او شكلها ايه? داوين وورد. حيليو اف ماجنية ايكوال سيفنتين نيوتن اكت ان داوين وورد كمان هو ايه اللي. زينزا نورم اف دا مومنت قبوت الايه? خلاص اعمل لها وانزل من اللي انت عايز تجيب للمومنت حواليها على اللي انت عملتو يبقى الحتة دي هي هسميها ال تمام? طب هي بتلف ازاي كله كويس فهتبقى بس هو عايز فهشيل فالمومنت حوالين ايه هيبقى الفورس اللي هو السيفنتين في البربندقة ديستنس ال ادي سيفنتين البربندقة ديستنس هي جنبها انجل ايه سكستي وانت فرايت انجل تريانجل فهيبقى الحيبوتنس اللي هو وان هندرد ايه كوزين سكستي طيب يبقى دا سيفين تاوزند تمام? طيب اس كوزين سكستي اللي هي هاف هيطلع كام اه سيرتي فايف وقدمها يعني ايه سيرتي فايف هندرد او ثري ساوزند او فايف هندرد تمام? بس خلي بالك مليونة الفورس بين نيوتن واللينكت بالسنتيميتر هو عايزة نيوتن دوت ايه برضو ميتر فهتبقى على فهيبقى سيرتي فايف نيوتن دوت ميتر فهيبقى بتاعنا هو ايه نمبر ايه في كسل نمبر ففتين بيقول اي بي سي ده رايت انجل تريانجل عند انجل بي والاي بي اكوال كام سيري سنتيميتر والبي ايه سنتيميتر وفيه فورس اكت اه سيم بلين از اتريانجل يبقى في فورس بتاكت في نفس البلين طب فأني دايريكشن معرفش بس انا عارف ان المومنت تحوالين الايه اكوال زيرو فالمفروض ان بتاع الفورس هيبثرو من الايه والمومنت تحوالين بي اكوال نيجاتيف سي اكوال سيكستي يبقى مدام البي اكوال نيجاتيف سي بقى الفورس بيت بايسكت يبقى اللاين اف اكشن بيعدي بايه وكمان لو عملتله هيعمل ليه في البي سي هيعمل له بايسكت لان هنا كان بسكستي وهنا كان بنيجاتيف ايه سكستي فبيسكت هسمي البوينت دي دي ويبقى دي دي هي الميت بوينت اوف بي سي طيب الفورس بقى هو كاتب لك الفورس ازا نورم ونورم يعني ايه يعني ماجنيتود طب انا عايز الماجنيتود بتاعت الفورس دي طب هي بتلف حوالي البي ايه طب والسي كده هيبقى ايه اسمه لان نيجاتيف م سي اكوال سكستي فيبقى م سي الواحدة اللي هو المومنت سي يبقى نيجاتيف سكستي يبقى الري بتاعها الفوق او الديريكشن لفوق ليه عشان تلف حوالين السي كلوك ويس بالنيجاتيف وتلف حوالين المفروض ان هيعدي باي لان المومنت حوالي بزير لكده الماجنيتود سميه اف. طيب هقول لك المومنت حاولين البي اكوال كام? اكوال سكستي. سكستي كام مسلا. ده لو انا عايز اشتغلها فيكتور. طيب. طب افرد لو عايز اخ اشتغلها الجبريك ميجر يبقى دي بتلف بوستف والفورس اسمها اف. في البربن ديكلار ديستانس. تعال ارسم بربن ديكلار ديستانس. من البي للسايد ده بربن ديكلار. اهو. طيب الاب كام بالسري سنتيمتر? والبي دي انا عارف البي سي كلها بايت. والدي ميت بوينت يبقى ده كده فور سنتيمتر. يبقى السايد ده بكام? اه جيبي الاي دي كمان هيبقى فايف سنتيمتر. يبقى ده ايه? يبقى ده سري تايمس فور اوفر فايف. يبقى الاف اكوال فايف تايمس سكستي اوفر سري تايمس فور. وتعالي نحسب الكلام ده. تمام? اعتقد هتطلع كام? يبقى ده نمبر ايه? طبعا ايه? اليونت بتاعتك بالنيوتن. عشان هو مديك اليونت بتاعت المومنت نيوتن. سنتيمتر. طيب اخر معانا سكستين. ده ترايل جيه في عشرين واحد وعشرين. بيقول لك الاب بربندكرا على البي دي. والاب اكوال فايف فاروت سري. والبي سي فايف. هو كده كده حدثهم على الرشن. بيقول لك الفورس اكتس اد بوينت سي. يبقى الفورس اللاين اوف اكشن بتاعها بيعدي بسي. اه ان ديريكشن اوف سي دي. يبقى هي بتاكتف سي. وبتاكتف الدييريكشن بتاع مين? اه لا. هو بيقول لك بص ان ديريكشن انكلييند تو سي دي. والسي دي بص عمل لك ايه? راي. يعني احنا هنأكين ده البوست ديريكشن اوف اكس اكسس ولازم اقيسي الانجل من عنده. طيب. واتانجل مين سي تا? ابورد ولا داون وورد? قال لك داون وورد. طيب. يبقى الفورس هتبقى بالمنظر دا كده. طيب. تعال قبل ما نرسمها طيب. بيقول لك ايه? اه. دا كده بتاع الفورس كمان بيعدي بايه? منين عرفت المعلومة دي? ان هو بيقول يعني ايه? طيب معنى كده ان هيبقى بالمنظر ده. هتقول لي طيب انا ليه مرسمتهاش كده مسلا? طيب بص بقى. انت ايا كان كده او كده? هقول لك بقى الصح فيه? طيب نمسح بقى كل ده. طيب ونيجي هنا بسلا نختار اللون اه. فبيقول لك داون وورد في هادي وهاخليها تعرضي بمين بالايه? ولازم السهم بتاع الفورس يبقى لتحت اوعى تعمله الفوق. لان لو هي كانت لفوق كانت تبقى دي الانجل. فغلط. ماشي? يبقى الكلام ده اصلا كان هيبقى غلط. عشان ايه? قال بس ان الانجل مع السي دي وفين? فيبقى دي الانجل اللي هو بيتكلم عنها اللي هي السيتا. حلو. يبقى السيتا كده بالمنظر ده هتطلع اوبتيس ولا اكيد اوبتيوس. يبقى الاي والبي ده خلاص. يا اما سي يا اما دي. طب طيب نعرف من حانين بقى. اول حاجة مش الفورس بتاكت عند الة وكمان بس رول ايه عشان لموم انت حاولين ايه بزيله طيب ما تقل لي ان الانجل دي هتبقى ايه ازا كان دي لو سيتا تبقى ديпон هاندرnous سيتا صح، طيب لو الانجل دي وان هندرد ايتي مينوز سيتا. تعرف تجيب لي الانجل? اه. شوف الانجل. ايه اكتب لي كده تان. ايش معنا التان عشان عندي لها موجودة اسمه ابي سي. الابسة ايكل فايه روت سري. والادجيسنت ايكل كام. يبقى التان بتاعيتها يعني ايكل كام روت سري. شفتتان يطلع الوان هندرد ايتي ماينس سيتا اقوال سكستي طبحت السيتا كده تطلع السيتا هي وان هندرد ايتي ماينس سكستي يطلع وان هندرد توينتي فهمت هي مرسومة لتحت ليه? اللي كان هيرسمها الفوق كده بالمنظر ده غلط ليه لان الانجل كده هتبقى اوب وورد وهو ايه اللي انها ايه? داون وورد تمام? برغم انها كانت برضو هتبصروا الوينت ايه تمام مشاببا فيبقى العجابة الصحية ايه ايه? نمبر سي. شكرا. نشوفك في البرتتين.